السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في محاضرة بديدة من محاضرات كورس البلانيج باستخدام برنامج برمافيرا بيسكس اولا حابين نعتذر عن تأخير رفع الفيديوهات خلال الفترة دي لان طبعا الوضع العام والنفسية مش كويسة بسبب بيحصل لاخوتنا في غزة ربنا يعينهم ويصبرهم ويعدي الايام دي عليهم على خير نرجع لموضوع الكورس بتاعنا النهاردة ان شاء الله في محاضرة اليوم هنعمل استيمياتينج للاكتيفيتز اللي عندنا تمام عندنا اربع طرق لعمل استيميشن للريسورس او الديوريشن هم هم نفس الطرق المستخدمة في الريسورس هي المستخدمة لتقدير الديوريشن تمام حسب معهد بي ام واي عندنا اربع طرق اول طريقة الانالوج اه تاني طريقة البرامترك تالت طريقة الستيمياتينج ورابع طريقة البوتوم اب استيمياتينج تمام اول طريقة عندنا الانالوج الطريقة الانالوج دي احنا بنعتمد على اه خبراتنا في المشاريع السابقة يعني اه نفس النشاط مثلا بنشوف احنا نفذنا في مشروع قبل كده اخذ كم يوم بناء عليه بنديله نفس المدة تمام طيب الطريقة البرامترك الطريقة البرامترك هي بتعتمد على المعادلات او استخدام البروداكشن ريتز مثلا اه عندك اله عندك الكميات فطريقة البرامترك انت مسلا بتاخد الكميات وعندك البروداكشن ريتز بالتالي بتبدأ البروداكشن ريتز مثلا بتاع كل فريق شجال انت بتبقى عارفه يعني فانت بناء عليه بتطلع مدة النشاط بناء على الكمية بناء على البروداكتيفتي اللي عندك تمام طريقة بتعتمد على تلات وجهات نظر تمام اه مختلفة اول وجهة نظر هي الشخص المتشائم يعني مسلا بيدينا اكتر مدة ممكن ياخدها النشاط تمام تاني اه وجهة نظر بتبقى وجهة نظر متفقلة اللي هي بتبقى اكثر مدة ممكن ياخدها النشاط تالت اه وجهة نظر دي بتبقى او اللي هي الشائعة يعني اه دي اللي هي مسلا بناء على خبرتنا مسلا في مشاريع اه سابقة او كده اللي هو الاكسر شيوعا للنشاط دي ان هو بياخد كاميوم تمام بناء عليه بنقسم التلات وجهات نظر دول على التلاتة نجمحهم ونقسمهم على التلاتة تمام وناخد بتاعهم يعني دي اللي هي بتبقى طريقة تمام اما وهي طبعا الطريقة الاكسر دقة بيتم اه تجزئة كل نشاط ويتم اه زي كده بيتم عمل للو بي اس و وكمان بيتم حساب اه الا كده اه او الا صار او التكلفة كمان بتاعت كل نشاط لوحده وبعد كده يتم تجميع الاكسر دي كا اه في النهاية تمام ولكن طبعا طريقة هي طريقة مكلفة وبتاخد وقت في اه يعني مش معمول بها كتير في مشاريع تمام لان مشاريع كلها مشاريع اه مشابهة بعض معروفة يعني تمام فاحنا هنشتغل عندنا في الكورس بتاعنا ده هنشتغل بطريقة الانالوج تمام هنقدر مع بعض الانشطة كده الانشطة النهاردة مع بعض كده ان شاء الله بناء على خبرتنا او معرفتنا وان شاء الله في الكورسات الجاية نبقى نجرب الطرق التانية تمام هندخل على البريمافيرا مثلا نبدأ بنشاط الحفر عندنا نشاط الحفر مثلا ياخد كم يوم الحفر بالدامك بالكلام ده كله مثلا بغامر المية اه لو في ديوترنج مثلا هنا ما عندناش ديوترنج في المشروع ده فمسلا هنخليه من 3 ال 4 ايام هنبدي له مثلا 4 ايام تمام عندنا الردن لحد منسوب بالكولوم نيكس هندي له مثلا عندك لو عندك 3 طبقات كل طبقة يوم مع الدمك مع تسليم الاستشاري مثلا خليها 5 ايام تمام كذلك ال background ال backfilling على ال ground beam levels برضو هنخليه خمسة ايام تمام طيب عندك هنا الاواعد العادية تاخد كام ما تاخدش اكتر من يومين يعني تمام لان هي كلها تبقى نجارة وصب طيب الاواعد المسلحة عندك الاواعد المسلحة عندك هيبقى فيه نجارة وحدادة وعندك كمان اللي هي الانشطة الالكتروميكانيكال مسلا ممكن تركب سليفات او كده فهنخليها مسلا تلات ايام نجارة مسلا تلات ايام حدادة وعندك يوم صب يوم تسليم الاستشاري مثلا اديها 8 ايام مثلا تمام ال column next عندك برضو ما تاخدش اكتر من يومين هنخليها تلات ايام تمام ال water proofing for foundations طيب ال water proofing انده هتبقى اشغال ازاي عندك مثلا اقل حاجة خالص هتشتغل وشين يعني هيبقى عندك يوم للسيرفس preparation المعالجة التعشيشات ومعالجة السطح الخرصانة والكلام ده وعندك يوم وش اول وعندك يوم وش تاني يعني كده عندك تلات ايام وقول مثلا يوم كمان تسليم استشاري يعني بتتكلم فاربعة خليها خمس ايام يعني على اي على اعتبار ان انت بتسلم كل طبقة بتعملها تمام ال ground beams عندك ال ground beams عندك عندك نجارة وحدادة وعندك صب تمام خليها زي الاواعد المسلحة ديها 8 ايام خليها 10 ايام كمان تمام تمام ال water proofing for ground beams دي هتبقى برضه نفس الكلام زي ال water proofing برضه هنديها كام يوم عندنا خمس ايام خليها خمس ايام عندك عندك اللي هي اللي هي شبكة الصرف اللي بتبقى تحت اللي هي بتبقى ماشية في منصوب ال ground beams دي هنديها طبعا دي بيشتغل فيها بعد ما نخلص الردم دي بتبقى خلال مرحلة الردم او بعد ما نخلص الردم يعني على منصوب ال ground beams خلينا برضه نديها كام يوم من 3 ال 4 ايام خليها 4 ايام لا سوري خليها 8 5 ال السلبونجريد عندك هيبقى مثلا انت خلصت الردم هيبقى عندك بتحط بعد كده بتفرش اللي هو ال اللي هو ال ال raus ال this وبعد كده بتحط الحديث اللى هو بيبقى شبكة 6 ملي مثلا او شبكة 8 ملي على حسب المواصف عندك فده وعندك عصاب يعني مثلا نقول خلينا نديها اربع �iem تمام نخش بعد كده علىbread عندك الاعمدة. الاعمدة عندك يعني بيبقى نشاط الحدادة فيها هو النشاط او اللي هو اللي بيبقى النشاط المهم فيها. وهما كده كده اصلا ما بيقوش معتمدين على النجارة. هما بيتم عمل الحديد بتاع الاعمدة بالكامل خارج اصلا الاعمدة بعد كده بيتم تركيبه في الاعمدة بعد كده عن طريق الونش مسلا او كده. فخلينا نديها مثلا تلات ايام آآ النجارة مسلا ومعها كمان تلات ايام حدادة وده كتير يعني تمام ويوم صب مثلا يعني تتكلم سبع ايام. طيب عندنا بقى السلاب. عندك السلاب عندك نجارة وحدادة وعندك الالكترو وعندك صب وعندك تسليم استشاري يعني عندك ليلة كبيرة. طيب خلينا ندي مثلا خمس ايام للنجارة وزيهم خمس ايام للحدادة مسلا ودي يوم للخدمات يبقى انت كده عندك 11 يوم ودي يوم كمان تسليم الاستشاري يبقى دي 12 يوم ويوم الصب يبقى دي 13 يوم احنا هنديها 14 يوم حلو الكلام طيب اه هنا عندك اعمدة الدور الاول خليها سرعة ايام برضو هنخليها برضو 14 يوم ساكند فلور كولمز برضو هنخليها سبعة بعد كده 14 بعد كده ماشي هنخليها خمسة كتير عليها خمسة ايام خليها نصر اربعة ايام دي هنخليها مسلا عشر ايام بالكتير اوي البرابتس بعد كده اديها اسبوع طيب نخش بقى لانشارة التشتبات البرابتس هنا احنا نديه نشاط للمبنى بالكامل تمام مش مجزئينه تمام فهندي له كم يوم مسلا يعني لو اعتبرنا ان كل دور هياخد معنا خمسة ايام يبقى احنا بنتكلم في خمستاشر يوم وعندك اه اللي هو اخر دور مسلا هندي له تلاتة ايام يعني بتتكلم في تمنتاشر يوم مسلا تمام البلاستر طيب البلاستر هنا بقى عندنا اه فيه كزا نشاط جوه البلاستر او كزا مرحلة عندنا مرحلة الاول اللي هي التسكير علي البيبات الكون دوتس بتاعت الكهربة او التلبيش عليها وبعد كده تركيب الشبك وبعد تركيب الشبك عندك البؤج والترتشع وبعد البؤج والترتشع عندك كمان اللي هي مرحلة الملو بقى او البلاستر فيلنج تمام بعد البلاستر فيلنج عندك الدهارة تمام اللي هي وبعد البلاستر عندك بعد كده نبقى نخش في انشطة دقاء الدهانات او الاسبار فاحنا هندي كم يوم بقى للليلة دي كلها هنديها مسلا عشرين يوم من عشرين يوم لخمسة وعشرين تمام ممكن نديها شهر بس احنا انا ما بفضلش ان احنا نحط انشطة شهر لان الانشطة الشهر في البرموفيرا دي هو هيعتبر النشاط ده على طول فيفضل ان احنا لو عندنا انشطة شهر او اكتر من شهر يتم تجزئاتها تمام فاحنا هنخلي انشطة الاعمال البلاستر كلها خمسة وعشرين يوم تمام طيب عندنا ياخد قد ايه يعني مسلا اه لو اعتبرنا ان احنا هندي اسبوع مسلا للشاسير تمام للمبنى بالكامل وبعد كده ندي اسبوع تاني مسلا لترتيب تركيب الجبس نفسه اللي هي الواح الجبس ان بورد تمام فاخر اننا ندينه مسلا خمسة عشر يوم تمام طبعا لازم تكون كل الخدمات اللي فقية خلصانة سواء كتكييف كهرباء صحي كل كل اللي فوقه لازم يكون خلصانين ومتسلمين بالشيكليست عشان تعرف تقفل تمام طيب عندنا الاول سكيتين معجون طبعا بعد ما ونخلص البلاستر بيتم بعد كده صنفرة يعني هندي مسلا الصنفرة صنفرة الحوايط هنديها مسلا للمبنى بالكامل تلاتة ايام مسلا وبعد الصنفرة هنخش باول سكينة معجون او اللي هو الوش الاساس الاول او تمام ده مسلا هنديله يومين وبعد كده عندنا اول سكينة معجون مسلا هنديها تلاتة ايام وتاني سكينة معجون تلاتة ايام زيئة تمام بعد كده عندنا ثلاثة واثنين وثلاثة وثلاثة يعني 11 يوم خلينا ندي مثلا 12 يوم تمام الوتر بروفنج فور ويت اريا طيب الوتر بروفنج عندنا فيه برضو داخل جواه اكتر من مرحلة عندنا الاول مرحلة صب الفوم وبعد صب الفوم بنعمل سكريد اثنين سنتي نعم فوق الفوم وبعد السكريد بنعمل بعد كده ندهن بقى اللي هو البتومين والشين مثلا او 3 وشوش حسب برضو المواصفة وبعد البتومين بعد كده بنركب الواح العازل نفسها الاول التربال او اسمه ايه بالمصري اللي هي اللي هي لفات العازل نفسها اللي بتبقى متر في عشر متر تمام فاحنا كده عندنا كام يوم هنعتبر مثلا يوم احنا الوقت بنتكلم على الحمامات هنعتبر مثلا يوم لصب الفوم تمام وبعد كده عندنا يوم لصب بعد كده ادي يومين مثلا لله الديهان وبعد كده ادي ادي 3 او 4 ايام لافات العازل نفسها تمام? تركيب العازل نفسي لدي كده عندنا يوم ويوم ودينا بعد كده يومين او 3 ايام بعد كده عندنا 3 ايام تانيين يعني بنتكلم في 10 ايام تمام طيب الروف لور في يعني هندنا برضو هنأتبرو نفس المدة 10 ايام تمام طيب عندنا هنا تركيب بقى السيراميك بتاع الحمامات تركيب السيراميك بتاع الحمامات هنا عندنا بيتم التركيب بيتم عمل بلاستر الاول للحوائط بعد كده بيتم تركيب السيراميك بمادة لزقة تمام فهنا طبعا لازم نكون مخلاصين عايزة لازم نكون خلاصين اعمال الصح بالكامل سواء تغذية او صرف او الكلام ده كله. تمام? هنحط له كم يوم? يعني لو اعتبرنا مسلا لو اعتبرنا البقج بآآ البلاستر مسلا هياخده اسبوع بالكتير قوي. تمام? وهندي كمان آآ اسبوع لتركيب السرانوك. يعني خلينا نديها اربع تشار يوم. تمام? احنا دلوقتي نتكلم النشاط شامل المبنى بالكامل. احنا مش مش مجزئين ادوار. تمام? طيب اللي هي بقى اعمال الارضيات للمبنى بالكامل خلينا نديها خمسة عشرين يوم. تمام? الميتال هندريل. هنا الميتال هندريل يعني نشاط التركيب فقط. تمام? احنا ما دخلناش دلوقتي نشاط التصنيع ولا دخلنا مراحل ممكن نبقى ندخلها بعدين. لكن اللي هنحطينه هنا في هو نشاط التنفيذ فقط. تمام? فاحنا هندي له كام يوم تركيب في الموقع. هندي له بالكتير قوي. يومين? لا خليها تلاتيان. بالزيادة. تمام? الالمونيوم كذلك. برضو انشاطة التركيب. بس خلينا ندي الالمونيوم اسبوع. حلو الكلام. بعدك ها عندنا الابواب. خلينا برضو نديها اسبوع. تمام? اه الاليفيتر. الاليفيتر هنا برضو بنتكلم على التركيب في اخر مرحلة. برضو هندي له اسبوع. تمام? بيبقى عندنا بعد كده بقى اللي هما بعد ما خلصنا المعجون بعد كده بندى طبق اه بندى وش مسلا اندركوت وبعد كده بندى وشين او تلات وشوش فينال كوت. فخلينا مسلا ندي هنا اتناشر يوم او اربعتاشر يوم. اتناشر يوم مناسبة. طيب هنا عندنا الشغل للواجهات خلينا ندي له خمسة عشرين يوم زي وزي الداخلي. اللي هي الدهنات او الاصباغ الاصباغ الواجهة النهائية خلينا هنا نديها اتناشر يوم. تمام? خلينا نديها برضو عشرين يوم كده كده مش كريتكال بيبقوا شغالين براحتهم يعني بره. السلم البحاري خلينا ندي له يومين. ماكسيم يعني. والمتال هندريل برضو هنا خلينا ندي له يومين. تمام? بعد كده نخش بقى على انشطة الالكتروميكانيكال. انشطة الالكتروميكانيكال عمدنا اول نشاط ده خلينا نسيب خمسة ايام زي ما هو. تمام? مسلا خلينا نديها سبعة ايام لما ابنى بالكامل. تمام? بعد كده عندنا دي لازم تكون خالصانة طبعا قبل ما نبدأ في البلاستر على طول. فدي هنديها مثلا تلات ايام برضو. خلينا نديها سبعة ايام. تمام? بعد كده عندنا السويتشز واللايتينج فيكسيتشارز دول بيبقوا في الاخر خالص تشطبات يعني هنديها مثلا السويتشز هنديها خمسة ايام خلينا خمسة ايام زي ما هي. واللايتينج فيكسيتشارز هنديها اسبوع. تمام? طيب انشطة بقى البلامينج عندنا البايبينج والفالفز هنديها عشر ايام للمبنى بالكامل كل انواع البايبات عندنا بعد كده ده ده بيبقى تركيب يومين ماكسموم يعني عندك البامبس والفيلترز برضو نفس الكلام يومين تمام? تمام? الوتر تانك هو يوم واحد بس. السينتريكسيتشارز هنديها هنا اصبوع. تمام? طيب نخش على انشطة التكييف عندنا الدكتينج هيبقى هنا البرتكال الاول بعد كده الهرزونتل. فدي خلينا نديها مسلا اربعتاشر يوم. تمام? دي طبعا بتتركب بالوينش بيجي ركبها مسلا ممكن يركبها في يومين. تمام? خليها يومين. بعد كده عندك هنديله خمسة ايام اوكي. هتاخد مسلا عشر ايام. والبالانسنج ممكن ياخد تلت لاربعة ايام مسلا خليها خمسة ايام. تمام? يو احنا كده خلصنا للانشطة كلها اللي عندنا. تمام? ان شاء الله من حضرك جاية نبدأ نعمل مع بعض. واه اه اول ما نخلص بازن الله مرحلة يبقى انت كده قطعت شوت كبير جدا في اه عمل الجدول الزمني. تمام? بعد ما نخلص ان شاء الله اه بعد كده بقى نخش في الابديت ازاي بنعمل ابديت وازاي نطلع اوض بوتس عندنا من اه من الابديتس اللي احنا هنعملها. تمام? شكرا اشوفكم من حضرك جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته